روح بقى للتشكيل من قبل ما نعرف اي اسماء عايز اقول ان احنا هندعم ونساند 11 راجل هينزلوا ماتش النهاردة مهما كانت الاسماء يا فندم مهما كانت الخطة مهما كانت طريقة اللعب كلنا ثقة في لعبتنا وفي جهازنا الفني وفي مجلس ادارة نادي الزمالك كلنا ثقة ان احنا ان شاء الله هنقدر نحقق نتيجة هتقربنا اكتر واكتر من الكاس يمكن عندنا غيابات وغيابات مؤثرة ولكن بنسق ثقة كبيرة جدا في الرجالة وفي المجموعة اللي موجودة عجبني اوي مبارح جماز قالك انا عشان اقول ان الغيابات عندي هتأثر علي يبقى انا مش بدي اللعيبة اللي موجودة او اللي سكور اللي موجود حقه الراجل مدي الثقة لكل لاعب موجود عمر جابر اخلاق واحترام وادب تصريحات في منتهى الهدوء والرقي واحد من الزمل الصحفيين سأل جماز او اتكلم على نادي الزمالك بشكل لا يليق اشقاءنا في المغرب على راسنا من فوق وكل حاجة ولكن تصريح او سؤال غير موفق قبل هذا التصريح بمنتهى الرقي والاحترام من جوزي جماز ومن كابتن نادي الزمالك عمر جابر اخلاق الفرسان كلنا بنتمنى وجود شيكا وعبدالشافي والوينش ومصطفى شلبي والزناري ولكن رجالتنا اللي موجودة هتقدر ان شاء الله تعوض هذه الغيابات كنا بنتمنى وجود السلاسي عبدالله السعيد وناصر مهر وسيف جعفر ولكن بندعم القايمة اللي موجودة وبندعم رجالتنا اللي موجودين وقدرين يعوضوا اي غياب في الملعب انت مش بتلعب باسم فلان او فلان انت بتلعب باسم جمهور بالملايين في كل مكان المباريات اللي من النوعية دي بتحتاج تتلعب بتفاصيل وبقدرات وشخصيات خاصة لكل لعب لازم تكون مركز في كل التفاصيل ومركز جوه الملعب ولا يفرق معاك حاجة برا الملعب باصس في ورقتك باصس على تموح وحلم جمهورك اللي بالملايين يا زمالك النهاردة ان شاء الله هيكون بإذن المولى عز وجل التوفيق والنجاح من حلفنا